بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الجلال والإكرام والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته إن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في هذا المجتمع وجعلنا نعيش ونقوم بما ينفع مجتمعاتنا أما حين يخرج الواحد منا على المجتمع فيفعل ما يفسد علائق الناس مع بعضهم البعض ما يفسد تعاملات الناس مع بعضهم البعض هناك يقف له الإسلام بالمرصاد من هذه المعاملات الفاسدة التي نهانا إسلامنا عنها قال ربنا سبحانه وتعالى في مظلة دعوته سبحانه وتعالى إلى أكل الحلال قال ربنا وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وقال ربنا سبحانه وتعالى من أواخر سورة النحل فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون بل إن ربنا سبحانه وتعالى لا يحدثنا وهو ينادي أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يعني كلوا حلالا وابحثوا عن الحلال واسعوا إلى الحلال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبرا يمد يديه إلى السماء يعني معه أسباب استجابة الدعاء وهو يناجي ربه يقول يا ربي يا ربي لكن لاحظ مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك أيها المشاهد الكريم إن الاحتكار معاملة فاسدة نهان الإسلام عنها إن المغالاة في الأسعار معاملة فاسدة نهان الإسلام عنها تجلب مالاً حراماً ولذلك قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو يعالج هذه القضية في أكثر من حديث قال نبينا من احتكر فهو خاطئ وفي حديث المحتكر ملعون الذي يجمع البضاعة من هنا ومن هناك ليغليها على الناس ليزيد سعرها إلى غير ذلك بل قال نبينا صلى الله عليه وسلم من احتكر شيئاً ليغليه على المسلمين أقعده الله تعالى بعظم من النار يعني بمكان عظيم من النار له فيه مستقر وله فيه ثبات بل قال النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم كل محتكر عاقبته وعاقبته الوخيمة السيئة قال نبينا من احتكر طعاماً أربعين يوماً ضربه الله تعالى بالجزام والإفلاس هكذا لنعلم أن الحلال طريق إلى مولانا سبحانه وتعالى طريق إلى رضا ربنا سبحانه وتعالى وترى فيه البركة وترى فيه الخير والنماء والزيادة نمى هذه المعاملات الفاسدة تغضب الله سبحانه وتعالى وتجلب الفقر والعياذ بالله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلادنا أمناً أماناً سلماً سلاماً سخاءاً رخاءاً بفضله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم جزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة